في أقبية الشوارع البراقة والمباني الفخمة والقصور الفارهة قصص فقر وعواز وتشرد في بريطانيا التي تنزلق نحو ما تعرف بفجوة العصر الفكتوري أي الفارق المهول بين الفقراء والأغنياء مركز العدالة الاجتماعية كشف عن إحصاء صادم طال ستة ألاف شخص وتحدث مع 350 جمعية خيرية وهيئات سياسية واجتماعية وجال في أقطار المملكة المتحدة هذا بعض مما جاء في التقرير قرابة 13.4 ملايين شخص تشوب حياتهم هشاشة عائلية وركود في الأجور وسوء السكن والأمراض المزمنة والجريمة الاتصالات على الخط الساخن للإبلاغ عن العنف المنزلي ارتفعت 700% ارتفعت نسبة تغيب التلاميذ عن المدارس بنسبة 134% ارتفع عدد الذين يعيشون على فوائد العمل بواحد فاصل مليون شخص نسبة طالبي العلاج من الإدمان ازدادت 86% وأكثر من 2.6 ملايين شخص غير ناشطين اقتصادياً بسبب أمراض مزمنة وطفل من كل خمسة يعاني من أمراض عقلية وباء كورونا والإقفال العام وسع الفجوة الاجتماعية وكان وقعهما كارثياً بحسب تقرير مركز العدالة الاجتماعية وفي مقارنة بين وضع الفقراء الآن وقبل 15 عاماً يبقى الفقير فقيراً في بريطانيا من لندن ريمة مكتب العربية